مجهودات الدبلوماسية الجزائرية تنتصر رفقة شرفاء القارة السمراء في طرد الاحتلال الإسرائيلي وتبخر حلمه في ضمان موطئ قدم له داخل الاتحاد الإفريقي القرار خلف موجة من ردود الأفعال المرحبة والمشيدة وسط صحفيين وكتاب في العالم العربي أين غرد الكاتب الفلسطيني عبد الباري عطوان؟ التحالف الجزائري والجنوب الإفريقي قد انتصر وشكل سدا منيعا في وجه التسلل الإسرائيلي للقارة الإفريقية وأعاد الاعتبار والدعم لعدالة قضية فلسطين وفضح تخاذل المطبعين العرب شكرا من القلب للجزائر وجنوب إفريقيا التي حافظت على إرث مانديلا العظيم والقادم أعظم واستحسنت الإعلامية الجزائرية أنيال أفندي قرر القادة الأفارقة برفضهم منح إسرائيل صفة عضو مراقب في الاتحاد الإفريقي بينما عبر المعلق الرياضي حفي الدراجي عن فخره بنجاح الجزائر في إلغاء منح الاحتلال المختصب لصفة عضو مراقب في الاتحاد الإفريقي وقال أن إفريقيا للأفارقة وفلسطين للفلسطينيين والعزة والكرامة للشرفاء الصاميديد والخزي والعار للمطبعين وقال الدكتور الكويت عيد الجريد أن الجزائر وقفت كالسد المنيع أمام قبول الكيان الصهيونية وهذا درس كبير في الثبات كما أيد الصحفي اللبناني بيار أبي صعب قرر الاتحاد الإفريقي في إلغاء عضوية صفة مراقب لإسرائيل مشيدا بمجهودات الجزائر وانتصارها من جديد على الاستعمار الاستيطاني وعلى نفس المنوى لعلق العديد من الصحفيين العرب مشيدين بدور الجزائر التاريخي في نصرة القضايا العادلة وتبقى القضية الفلسطينية قضية مقدسة لدى الدبلوماسية الجزائرية والشعب الجزائري رافضين للتطبيع أو المشاركة فيه اشتركوا في القناة